انا اللي بيعجبنيش بقى ان الناس بصد عليها بقصوة يعني احنا منا انت قرفتينها وما ده اللي هي حق على الجنوب ما تطلع تفطفة لما تفطفينها يعني هي بس تصمعوها فرغونا بس على صفة الفنانة يا شيرين بتشوف ازاي الحالة بشكل عام اللي بتمر بيها من بداية الازمة دلوقتي والجدل اللي طول الوقت حصل عليها على السوشال ميديا والله انا شايف شيرين صدها يشفى عليها يعني دي فنانة في الآخر يعني دي احنا منا وما اللي هي تطلع تقول براحيتها بتشتكي بتفطفض هي كده طبعا بدأ ما هي بتتكلم بتفكر بصوت عالي بتقول بتتكلم قدام الناس انا اللي بيعجبنيش بقى ان الناس بصد عليها بقصوة يعني احنا منا انت قرفتينها ما تطلع تفطفة ما تطلع تفطفينها يعني هي بس تسمعوها فالغونا بس يعني هي عندها حالة اكتئاب مثلا طب احنا ممكن نشاركها ليه لأ والجمهور شاركة ما ده اللي هي حق على الجمهور فانا شايف ان شيرين من اهم الاسوات اللي مش في نصر بس في الوطن العربي بصراحة ودي خسارة وفوض ان احنا يعني نتحمل حتى مغامراتها اللي هي بتعملها او ردود فعلها او اي شيء ممكن تكون هي بتضيق فيها هل توصلت معيها فوقتي ازمتها او حاجة ولا انت بطبعك بعيد عن ال والله انا بقى دي فترة باين يعني انا اساسا يعني انا جوه الوسط برا الوسط انا مش اجتماعي قوي انا بس تلاقينيها في استوديو بشغلي كده يعني ما بتلاقينيش كتير فمش متواجد يعني ايه السبب بقى يعني بتحبش تحتكي بالوسط ولا في حاجة موقف حصل لا 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 بص اقولك على حاجة يعني معرفش في حاجات كتير ضيارة في نفوس كتير ضيارة معرفش في ايه الناس كتير ضيارة يعني انا 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 يمكن سانستب شوية انا يمكن حساس شوية بس تحملش الضغوط علي اكتر فانا بتلاقيني يعني بتقي ايه ايه الشر الناس او خيرهم حتى بتلاقيني قاعد مع نفسي منفدت ده لي عايزني في شغل خلاص موجود ده مش معناه ان انا ببروحش اجامل الناس او مثلا لو بتلاقيني مثلا حد بحتاجي في حاجة لقدر الله فعال فعزا بتلاقيني ممكن اكون متواجد هتلاقيني متواجد في ده اكتر ما ممكن اكون متواجد في فرح او في عيد ملاد شكرا 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 شكرا